السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم سوفيا المرزوقي من قناة سوفيا المرزوقي لمساعدة المواجدين في اسبانيا وكما ولفتكم كل نهار جدكم بآخر المعطيات وآخر المستجدات فيما يخص تطول وباء في اسبانيا يلكن كيف يهم هذا الموضوع وستعرف كل التفاصيل خليك معنا تلخر وستشوف كل شي بالتفاصيل اشتركوا في القناة اللي غاديروننا ولا بالعكس يعني درنا الشعائر ديالنا صلينا درنا نقاع الأمور ديالنا وبطبع الحال أنا تعضر علي البارح انني ندرلكم الفيديو ديال المعطيات حيتاش اللي متابع القناة يعني وكيشوف قاعد الفيديوهات وعرفتو شو نطره بالطبط درت لايف في الوقت اللي كنا يعني كنديروا الشعائر ديالنا وذك الشي من بعد ذك اللايف يعني بواحد المدة يعني قصيرة يعني غير درنا السنة ومشينا أنا والأخت اه عزيزة مشينا لواحد المركز من احد المراكز ديال اه ايواء القاصرين هنا ايه في اسبانيا وهاتشي علاش يعني يتعذر علي ان ديلكم فيديو اللي كان ديلكم يوميا بقينا النهار كامل تقريبا بقينا من اه ال 11 تقريبا ولا ال 12 خرجنا من طولة ايضو مشينا حتى الريباس ركوا عارفين الطريق يالله واحد الساعة ديال ما قلنا ديال الطريق اه ولا ساعة وشي حاجة وصلنا لتمة ديال المنطقة ديال الريباس وبقينا تقريبا مشي 12-12 منصب حالك اكتب ما حتى الشي يستدلع شيا تقريبا عاد رجعنا عاد يعني قمنا بالامور ديال النار اكوا عارفين يعني الاضحية ما قصرش تبقى قصر تفصل خسادي خسا بزفد الامور قصر تلاجا قصر باش ما ما يخنزش اللحام بزفد الامور علما رجعت البطار يعني قدر نقول لكم حتى الشي لحضاش ديال الليل ولا عاد كنتش ضاري يعني قدر نقول لكم غير وصلت ناس ديال هاتشي علاش ما قديتش ندير المع ونعطيكم بعض المعطيات نعتادرI التول تعليكم في الشرح ولكن اتش عشي نقول لكم علاش غيب تعليكم البارح والانش عالاش جيت اليوم باش نعطيكم اخر المعطيات ديال هادي وباء هذا فين وصل في اسبانيا وشنو هي الامور اللى كينا وجيلكم بوحد الخبر اخر ديال ايام كاستيليون ايام المنطقة ديال كاستيليون قدر طلب من القاضي انه يحجر واحد الدجوج ديال ايام المناطق تابعة للكومنياث اوتونومة ديال كاستياليون قدر نشوفو اخر المعطيات اللي تسجلس ط بطبيعة الحال كيما عارفين يوم السبت والأحد ما كيت تعطوش المعطيات في إسبانيا هاتش عايش غدي نشوفو المعطيات لتسجلة البارح وفين واصل يعني الوباء بطبيعة الحال البارح تسجلة 1525 بوستيبو منهم 107 في المنطقة ديال الأندلوسية 511 في أراغون 21 في أستوريا 22 في بالياريس 6 في كنارياس 14 في كانتابريا 33 في كاستيا لامانتا 42 في كاستيا ليون 64 في كتالونيا 42 في كومويداة بانيسيانا 22 في إكستريمادورا 33 في غاليسيا 372 في مادريد 372 اللي وصلت لها مادريد مادريد غادية وكاثرتها في عطاية يعني يلي كتجي يعني بطبيعة الحال من المور أراغون 3 في مليليا 22 في مورسيا 48 في نبارا 158 في بايس باسكو وخمسة في الاريوخا بالنسبة للوفيات تسجلوا جوج الوفيات في إسبانيا وهذا ما يرفع العدد ديال الوفيات في آخر أسبوع الـ 12 ديال الوفيات بالنسبة للوفيات تسجلت في آخر أسبوع تسجلت جوج في كاستيا ليون 4 في كتالونيا 3 في كوموينيات باليسيانا واحد في إكستري مادورا جوج في مادريد وهذا هما الوفيات يعني اللي تسجلوا في آخر أسبوع بالنسبة للعدد الوفيات الإجمالي وصل 28445 وفات من اللي بدا هاد الوباء الخبيس كي انتشر في إسبانيا طبيعة الحال وكيس كي حصد في الأرواح ديال البشر ماشي غير في إسبانيا في جميع دول العالم بالنسبة للدول الأكثر يعني ضررا في العالم كامل كين تقريبا خمسة ديال الدول خمسة ديال الدول هما اللي متضررين بزاف منهم الولايات المتحدة الأمريكية منهم البرازيل منهم جنوب إفريقيا منهم الهند ومنهم روسيا هذو هما أكثر دول يعني ضررا وهما اللي كيشكلوا تقريبا في العالم كيشكلوا 60% من الناس اللي تصابت بهذا الوباء دكشي للناس اللي في العالم كامل 60% تصابت صغيف هذ المناطق هذي اللي هي كيما أكتلكم ولاية المتحدة الأمريكية البرازيل جنوب إفريقيا الهند وروسيا هذو هما المناطق الأكثر ضررا في يعني في إسبانيا وبالنسبة للمناطق ديال إسبانيا بصيفة عامة الإجمالي ديالها اللي جاي بمدة طويلة ما قلتها لكمش كتالونيا حاليا وصلت لتسعود وسبعين ألف وتلتمية وربعة وعشرين فاتت مادريد بنسبة الإجمالي حيث كانت دائما مادريديا الليولة كتالونيا فاتت مادريد وسجلت تسعود وسبعين ألف وتلتمية وربعة وعشرين بالنسبة للوفيات ما زال ما وصلتش للمدريد يعني في الوفيات متسجلات 5686 وفات في الإجمالي كتالونيا من مورها مادريد بنسبة للعدد ديال الحالات ٧٦١٤ وفي الوفيات مادريد متسجلات ٨٤٤٥ وما زال إياه اللي متضرق القائمة بالنسبة للوفيات كتالونيا من مورها كاستيال ليون بعشرين ألف وتلتمية وعشرة ديال الحالات اللي تسجلات مؤكدة ٢١٧٨ وفات كتالونيا من مورها هم كاستيا لامانتا ١٨٧٤ ديال الحالات المسجلة المؤكدة ٢٣٢ وفات كتالونيا من مورها هم بايز باسكو ١٦٤٩ حالة مؤكدة ١٥٤٦ وفات كتالونيا من مورها هم أندلوسيا ١٥٦٠ ديال الحالات ١٤٦ وفات كتالونيا من مورها هم لACE raise ۱٧١ RMcional 318 و ١٤٣٧ وفات كتالونيا من مورها هم أراجون ١١٦٥ حالة مؤكدة ١٧٥ لوفات كتالونيا من مورها هم غاليسيا ١٧١٧ الحالة مؤكدة ١٨٩ العلم وفات بدلا و بالفاء بدلا و من الوحى بدلا و ت stating بدلا و من الوحى بدلا و بالفاء الخارجين حالة مؤكدة و 1224 وفات كتجي أستوريا ب 1516 حالة مؤكدة و 134 وفات كتجي كانتابريا ب 2466 حالة مؤكدة و 127 وفات كتجي من موره و مرسيا 2326 حالة مؤكدة و 148 وفات وكيبقوا سبتة ومليليا سبتة 166 حالة مؤكدة و 14 وفات ومليليا 132 حالة وجوج دye للوفيات وبالتالي کت cũngたشي Kelli منطقة في إسبانيا مبقت خالي لمن الإصابات ولم بهروفات كلهم تسجلوا فيهم إصابات و تسجلوا فيهم وفايات نطلبوا السلامة من الله سبحانه وتعالى لأنست المغريب Baron التصاعد وتواصل آلاف كي يسجل آلاف ديا الحالات يوميا ونتمنى من الله اللطف سبحانه وتعالى وتكون يعني خفيفة لا على المغريب ولا على إسبانيا ولا على باقي دول العالم بصفة عامة لأنه هذا الأمر أصبح مقلقاً في العالم. ليس مثل إسبانيا أو المغرب بل في العالم بأسره أصبح مقلقاً. سنرى هذا الخبر الذي قلت لكم عليه وهو أن كاستيليون تطلب الحجر الصحي لأنه بما أنه لا تزل الحجر الصحي و لا تبقى شي شيء لا تبقى القدرة عن تبق الحجر الصحي على شيء منطقة من غير أنها تلجأ للقاضي. كما شفتو قبل بغا يدير شغول يدو ذاك المسمى بكيم تورا اللي هو رئيس المنطقة ديال كتالونيا يعني ديال المجتمع المستقل الكتالوني وبغا يطبق الحجر الصحي على واحد المناطق و ما بغاوش يقبلوه له. هنا الحالة الوحيدة اللي بقى بين يد الرؤساء الجيهات هو أنهم يطبقوا الحالات لتخفيف الحجر الصحي. يعني إما ترد المنطقة المرحلة جوج المرحلة واحد تدرت شديدات بحلاكة أما باش تفرض على الناس أنهم يخرجوش من ديورهم وتفرض عليهم الحجر الصحي ما يمكنش. صدروري يدخل إما القاضي إما يكون يعني شيء أمر يعني اللي هو خارق العادة باش يمكن يطبق هذا الأمر هذا. هنا في الحالة هذه كنت شوفو أنّاً ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر